الاستاذ مصطفى ده انت بيقول انت بتنقد نفسك لسه بتقول الزمال انا اقول الزمالك مالوش دعوة لكن ده ما هو يقول اللي هو عايزه انا بقولك الزمالك مالو انا رأي الزمالك مالو مالوش دعوة الزمالك اصلا بالموضوع وايه دخله ده رأي الشخصي لكن هو الراجل اللي دخل يقول اللي هو عايز احجر عليه حاجة غريبة لي والله احجر عليه يعني اضربه بالنار بيقول اللي عايزه الراجل هو مسك ملف الزمالك معايا ويقول اللي هو عايزه ما انت بتقول اللي انت عايزه كل واحد يقول اللي هو عايزه مدام بالاحترام والأدب والأخلاق دون تجريح أنا رأيي الزمالك ماله موضوع حسان الشحات والشبين هو ماله ده رأيي الشخصي إبراهيم الخطيب مرسلنا في النادي الأهلي سلام عليكم إبراهيم أبراهيم رأيي الشيء ربكم بخير وكل منتبه نفكر أنا عايز أبدأ معاك بحاجة مهمة جدا 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 أنا ما تفرقتش على مباراة الإسماعيل والأهلي هو بغل المحمد يضرب محمد هاني بالألم كان فيه زقب في وشه كده بيده بص أنا واضح ما تقعدش عشان انت أهلاوي ضربوا بالألم قول أيوة أو لا لا بعد كده كان هيدربوا بس مسك يده لا إله إلا الله يا رجل انت رجل إعلامي محترم وكبير أيوة من أهوب أنا أقول لك هو في الأول وانت بتغطي النادي الأهلي السؤال بي ما تقوليش كان هيدرب فيه حاجة يعني انت لو قدام القاضي بتشهد شهادة لو قلت كان هيدربك أسبوع ايه ماذا الشهادة لابد أن تكون دامغة ضربوا ولا ما ضربهوش ما هكذا ضرب دي بتختلكم هو ضربه فوش وقا بإيده يا بيه ضربه بالقلب أنا ما تفرقتش على المقش والله ماشي ما هو زقه بإيده فوش والله يعني اقول ضربه أو ما ضربهوش أيوة ضربه بإيده فوش طيب وهل عقب بأهل المحمدي ولا سمعنا عنه أي حاجة طيب الأهلي ما اعترضت شرية مش انت بتغطي النادي الأهلي أعدد بقى لا 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 حدش اتكلم ساعتها لا 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 أنا أنا خلي بالك الزمل المتابعين هما اللي قالوني أنا أول مرة أعرف النهاردة آه لا 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 زقه هزقه كده بإيده ودفعوا بإيده فوش وكده من عند زوره كده ورح زقه الوراء بعد كده هاني راح له تاني يعني رجع له تاني يعني هيمدي ييده عليه ياه مع الناس زحيش تشاهد بس هو في الأول آه زقه من تحت دامه كده بزقه الوراء طب هل محمد هاني تكلم في اللحقة بعد المباراة؟ لا 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 اتعرف يعني ما دقات الاهلي ممنوع من الكلام في الإعلام والحاجة بس أنا أعتقد ان لو ضرب بمعنى كلمة ضرب طب ممكن حاجة يبعت لنا اللقطة يا جماعة؟ يعني لو ضرب بمعنى كلمة ضرب لا يمكن هاني كان يسكت؟ لا ولا أتعرف انت شوفها لو حد من المتابعين بعدها لك هتشوفها اللقطة بينها قوي يعني ولا ولا عقوبة ولا كتب مراقب ولا كتب حكم؟ ولا ولا أي حاجة ولا شوفنا أي حاجة طيب هل في حاجة حصلت لمحمد هاني النهارده؟ حصلت من ناحية ايه؟ كان فيه إشاعات وسوشيال ميديا ضربين خبر كذب ان فيه حاجة فيه مشكلة مع محمد هاني وحاجات زي كده؟ لا خالص محمد هاني واخد راحة زي زي باقي اللاعبة اللي خدت راحة من اللاعبة الكبار فيه حوالي عشر او عشر او قداشر اللي هاتب واخدين راحة اه محمد الشناوي اه محمد شريف افشة محمد هاني اليو ديانج مروان عاطية اه موازم اللاعبة ديت يعني كواخد راحة اه لك مفيش يعني محمد هاني حاطة من ماتش اللي فات يعني الرجل المريحه لا مفيش مفيش أي حاجة يعني قولنا رضا ما كانش فيه غير اجتماع الكابتر مع لاجنة التخصيص وكده طيب نروح لاجتماع الكابتر محمود الخطيب اخي ديانج محمد هاني اصلا مخلص موضوع التجديد بتاعه وفيش اي مشكلة يعني بينه ديانج يا جماعة لا صحة بالمرة لما كتب وانا قلتلكم فيه صفحات فانكوش بتضرب اخبار من ان فيه ازمة مع محمد هاني ومشكلة في النادي ومشكلة اخلاقية برا النادي ومشكلة مع خطيب تقول له ده كذب ولا اساسا لأو من الصحة طيب اخدك الاجتماع الكابتر محمود الخطيب اللي كان مستقى جدا من مفاعل حسين الشعقات واسألك سؤالين التفاصيل وكواليس الاجتماع وهل كان هناك نية لعرض حسين الشعقات للبيع ثم تراجع الخطيب لا 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 اللي جابه على السؤال التاني ده لا ما فيش اي نية لرحل حسين الشعقات بالمناسبة بس عشان الناس بتعطي يعني الامور دي يعني لوائح حسين الشعقات بالمناسبة يعني العائد بتاعه لما يوسق عائد التجديد بتاعه ما توصقش عشان بس الناس بتتكلم وخلصة وتقول له عرض للبيع ومش عرض للبيع عائد عسين الشعقات اصلا الجديد ما توصقش النادي زي هل هيعرضه للبيع ازاي في واحد ده لا في واحد ده لا الليك سر تراجع الخطيب عن بيع حسين الشعقات الحق يا ناس لا 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 مفيش اي هو اه الاجتماع كان هدفه في الاول وفي اه الناس فهمت لما الاهل يعني نبرح الخبر اني في اجتماع ما كانت تساعدة ترحفيظة المياه مواضح من النادي الاهلي المناقشة احداث مباراة الاهلي وبابنة ما تقالش مناقشة احداث لغة الحسين الشحقات يعني الناس عندها لغة كبيرة هو الاحداث المجملة كان فيه لقطة لقداري من تمت اتجاه التمهير الاهلي كان فيه لقطة من محموطة الحلقة اتجاه بعض اللعيبة والجازر فاني كان فيه لقطة ما عارش مني دي احتش مباراة مش بسين الشحقات بطا كانت تنية كانت تنية من امبارح من الاجتماع النهاردة ان كابت المحمود الخاطيب من كان عاوز زى ما انفردنا الحمد ويلان برح على اصالتك كرة بلدنا? ان الكابتن الحفوض الخطيب عاوز يزود العقوبة. اه كابتن سبب حفوض اصلا حق ان هو يوقع عقوبة حتى خمسمائة الف جنيه. بالمناسبة انا مش تلتمائة الف الناس قالت الكابتن سبب حفوض اه 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 اتها تلتمائة الف لان اللايحة اخرها تلتمائة الف لا لايحة العقوبات في النادي الاهلي اخرها خمسمائة الف جنيه. وممكن تزيد بعد الرجوع لقدارة النادي. زي ما حصل قبل كده مع محمود كهرباء في ازمته مع محمد الشناوي. تمام? اه فكانت الاجتماع النهاردة كان هدفه ان هو طب احنا في الاجتماع بخصوص حسين الشحات. مفيش نية للبقى النهائي ولا منقشة للبقى نهائي. كانت النية من المبارع ان الكابتن المحمود الخطيب هيعرض على اللجنة. ان احنا هنزود العقوبة المالية. لان طبعا زي ما احنا عاصلين يعني اللقطة ما تنسبش منظومة النادي الاهلي واخلاقيات لعاية النادي الاهلي. خصوصا ان حسين الشحات. نجم كبير. لقطة ما تلاقش بنجم كبير. النجم مش فنيات فقط. النجم اخلاق. النجم ازاي بيعرف يتملك في اعصابه. ايا كانت الاستوزات اللي بتعرض ليها. يعني النجم مش مش يعني معلش يعني انا بحاجة بقول حاجة كده. انت مش بتاخد فلوس فقط عشان فنيا. يعني انت كنجم مش بتاخد مرتب او اعلى راتب مسلا في الفرقة او في الفئة الاولى سواء في الاهلي او في اي نادي. مش علشان فنيا فقط. النجم في كل حاجة. دي ضريبة النجم. فالعقوبة كانت مغلزة لان دي ضريبة النجم. الكابت عمود الخطيب كان شاف ان لازم اللعبة اتعقد بعقوبة كبيرة شوية. فكان يتصلت لخمسمائة الف النجم ما اعلنوا النهاردة. آآ يعني انا مش حابب اقول لهم يعني هو كان فيه استياء. كان فيه غضب شوية من الكابتل سيد عبدالحفيظ كبيرة اه. في الاجتماع بيتحاد giraffe. يعني الكابتل سيد عبدالحفيظ ما كانش عايز العقوبة تزايد على التلjacميل الف. لا لا. كان فيه استياء ضد الكابتل سيد الحفيظ. مش من من الكابتل سيده الحفيظ كان فيه استياء من لجنة التخطيب ضد الكابتل سيده. نحظة بس احنا فهم. يعني لجنة التخطيب اه كانت مضايقة او ليمك على سيد انه مطبقش 500 ألف جنيه أقصى عقوبة؟ أنا شخصياً بعتزر عن المعلومة اللي أجتهم بارح أنا قلت إن الكابتن سيد طبق أقصى عقوبة أنت دلوقتي بتقول أقصى عقوبة نصف مليون ولجمة التخطيط والكابتن الخطيب كانوا زعلانين إنه سيد ما طبقهاش آه بالزبط وكان فيه لوم تاني كان فيه غضب تاني ضد كابتن سواقق فيه إيه هو السبب؟ إحنا على مدار الموشن يعني كانت الجلسة تغير دا زي إيه؟ زي جلسة مصرحة بيصرحوا يعني كانوا بيشوفوا إيه هي العيوب اللي ظهرت على مدار الموسم على المستوى الإيه دي ياريك؟ كان فيه ملاحظات بيه وجود تجاوزات من بعض اللعيبة محمد عبد المنقم في المنشطات من المنشطات تتجاوز ضد الشناوي مرة تجاوز ضد محمد هاني وعلي معلول محمد عبد المنقم وعتراضه على زمينه بشكل أخلاق زق على الكلر والناس بالضبط آآ أحمد عبدالقادر تجاوز قبل كده ضد آآ مرسل كورة في مبراف دوري أبطال أفريقيا محمد الشناوي تخطر بنتيجة إنه هو نفعل على لعب من سموحها وضربوا بالكوع كان فيه يعني كان فيه لوم إن كل التجاوزات دي اللي كانت بتحصل سواء ما بين اللعيبة وبعضها أو بين اللعيبة أو آخرها لأ تتخصيني الشحاب ما كانش بتواجه بعقوبة كبيرة يعني مثلا اتسأل الكاسم سارة عبدالحفيز محمد عبدالمنعن مثلا محمد عبدالمنعن في المطش من المطشات آآ يعني تجاوز شوية ضد ضد محمد الشناوي هل تعاقد؟ كانت الإجابة لا ما تعاقدش كانت النتيجة هنا كان فيه برضو المناوشات من محمد عبدالمنعن ضد زملاء وأخيرها كانت محمد عبدالمنعن آآ ضد محمد هنا في المباراة اللي فاتت فكان فيه لهم انك انت ليه ما بتطبقش اللايحة أول بأول ليه دايما بيبقى فيه أوقات بتطبق وأوقات لا كان فيه لهم كان فيه غضب من الحجة دي كان فيه غضب تاني كمان من آآ من انك انت لو انت شايف ان الفرقة آآ على مستوى للعقوبات أو كده العقوبة دي مش رابعة يعني الثلتمائة الف لفمسمائة الف مش رابعة اطلب انها تتغلق وبالتالي اتاخد قرار النهاردة ان العقوبات تزيد بدل ما اكثر عقوبة كانت خمسمائة هتبقى سبعمائة الف جنيه ده اتاخد النهاردة قرار ان العقوبات هتتعزل وتبقى سبعمائة الف جنيه وده وده قرار محترم فعلا ان احنا شوفنا تجوزات كثير في الفترة خلي بدك ده ده كلام محترم من الاهلي والاهلي بيعلمنا انا بدأت الحلاء قلت ايه قلت اتمنى ان احنا ناخد من كوارثنا نبراث للمستقبل نتلاشى منه هذه الكوارث ونغلص عقوبة ليحة الدولي السنة الجاية وياريت رابطة الانجية تعمل ده الاهلي هم قرر تغليص العقوبة في الليحة من حد اقصى خمسمائة الف لسبعمائة الف بعد واقعة ازين الشحات لجزر لاعبيه اذا اخطأوا اللي يغلق على قول لازم يتعاقب بل يتنفخ مليا بالضبط ده كان ابرز الاجتماع بخصوص الواقعة طبعا الناس كانت بتلوم بتقول طب يا جماعة انتو طلعتوا بيان اتكلمتوا فيه عن اه حسين الشحات والنغلطان وانه 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 وازاي الادارة تطلع تغلط اللاعب وتوقع عليه العقوبة بالشكل ده قدام الجماهية طب فين الاجراء بتاع النادي اتجاه محمد الشيبو اتجاه نادي بيرامد الناس كان سؤال الاهلي بالفعل بيجهز الشكوى لكن الشكوى لغاية ده قد لسه ما خلصتش تجهيز الفيديوهات الخاص بالشكوى اللي هتتقدم لجنة اللندباط ضد الشيبو ضد نادي بيرامد لسه ما خلصتش هتخلص ربما خلال اربع عشرين او تمانية وربعين ساعة بيكتب وتتقدم لجنة اللندباط الاهلي هيقدم شكوى ما فردعش عن القرار نهائي الشكوى هتتقدم بحط اقصة ثمانية وربعين ساعة بإذن الله يكون الادارة القانونية في النادي الاهلي خلينا بس عكا ده خبر مهم يا جماعة شفتم ميزة اللي احنا بتدور على اخبار مجبنطبع نرغي ده اول مرة اسمع ده الاهلي ينتوي تقديم شكوى رسمية ضد محمد الشيبي اه هيقدم شكوى ضد محمد الشيبي وضد الادارة اللي تجاوز ضد جماهين الاهلي ايوان اه عارف اسم الادارة ايه عارف اسم الادارة لا بصراحة ما عارفوش يعني الاهلي سيتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط ولا المسابقات لجنة الانضباط اه معاها فيديوهات صح كده اه بيجاهز حاليا الفيديوهات بشكل كامل وليسه منسهاش من الفيديوهات يعني الاهلي ميوجه الاهلي صلع البيانة النهاردة وما اعلمش ان فيه شكوى هتتقدم ليه؟ لاني لسه المذكرة ما خلصتش المذكرة اللي هتتقدم ما خلصتش والفيديوهات اللي هتتقدم لسه ما تجمعتش بشكل كامل ده هيتم خلال ثوانية واردين ساعة بحضة بازن الله وهتتقدم للجنة الانضباط يبا اذا يا جماعة هنقول الخبر المهم اللي معانا ده اني الاهلي سيتقدم بشكوى بيرامدز اللي تجاوز في حق الجماهير لتقديم شكوى رسمية في لجنة الانضباط وعايز اقول للأهلي نصيحة ياريت يستعين باللي عمله الشباني في المطشين اللي فاتوا لاني انا بقول كلمة الحق لله الشباني اصلا اصلا ما احترامي بحديش يقول لي مغربي ومصري انا بتتكلم على لعب كورة تجاوز وعنده مواقف كتير فيها علة ادب فمط السوبر ومطش نهاق الكاس والمطش اللي فات اتمنى اني تعمل له ملت كامل في لجمة اللانضباط وكل واحد ياخد هاتوا بزرق فضل اا ده كان يعني ده كان الناس كانت بتقسع بتقول طب انتم ازاي الاهلي طلع البيان ومفيش بتعقين الشكوى يعني انا بطمن الكمور الاهلي خلاله 8 رائد ساعة بازن الله هيقدم الشكوى للجمة اللانضباط تمنى تفاصيل يعني الاجتماع ده الابرس حكتين يا دل كانوا افتر حكتين في الاجتماع. معني كده كان الكلام اه عن الصفقات. تم اعتماد طبعا صفقة اه بشكل رسمي. اه اللاعب وقع للنادي الاهل خلاص. اه النقص بس يتم الاتفاق على طريقة السداد يعني النادي الجيش الملكي. عايز عايز الفلوس على الاسطين. النادي الاهل عايز على ثلاثة اصاف. بس يعني هتخلص يعني مش هتوقف على كده يعني بازن الله. بس هو اللاعب وقع وخلص. ناس ما هو يبتزل كشف الطب والنادي الاهلي يعلم بازن الله. وتم اعتماد الاعتماد الصفقة النهاردة في الاجتماع ما بين مدنة الفقديس وكاسم محمود الخطيب. اه بس ما كان فيه كلام كان مفروض كان مفروض هيتكلمه عن ملف المعارين وملف الراحلين. اه وفقا للتقرير اللي قدمه مرسل كلب. ولكن حصلت ازمة. ازمة في النادي الاهلي صارتها. الازمة تكمن في ايه? اتحاد الكورة النهاردة اعلم ان عدد الاعراض اللي تطلع من اي نادي سبع لعاجين فقط. اه. طبعا النادي الاهلي عنده لعيبة كتيرة جدا معارض. واحد وعشرين لاعب اخب احصائية عملتها انو انت. اه. واحد وعشرين معار. قول فيهم تلاتة اربعة خلاص ماشيين نهائي. فالاهلي ما عندوش اقل من خمستاشر. بالزبط فاللعيبة كتير جدا يعني هل بقى الحلة هيبقى ايه? هل هنمشي لعيبة على سبيل الاعارة سبعة على سبيل الاعارة والبقى انطلعوا بها نهائي? ولا اللي هنطلعوا لعيبة خليها تقعد بس مش هتبقى ضبنة انها هتلعب بشكل مستمر. كل ده اتخذ فيه قراروا ازاي? ان هيبقى فيه اجتماع مع مرسل كلر. ما بيني كابتن صدعو خفيزو مرسل كلر وكابتن محمود الخطيب راجبا ستخطيف. بعد مبارات المرسل البورسعيني. هيتقلل الراجل احنا والله العدد الاعارات اللي مسمح لنا ان احنا نطلعها سبعة. هنعمل فيهم ايه? اه هنعمل ايه باقي اللعيبة بقى? يعني فيه اللعيبة هتطلع بقى على نهائي من اللعيبة اللي انت عاوي تستغنى عنهم بشكل نهائي ممكن نباعهم. وفيه لعيبة طبعا هنطلع نطلعها اعارة. وفيه لعيبة ممكن تفضل يعني تمضل موجودة يعني. بس ده دي ازمة دي ازمة كانت الاجتماع النهاردة لما اتحاد الكرة طلع طلع الموضوع ده يعني العدد الاعارات يبقى سبعة ده خلى فيه ازمة في الاجتماع يعني تعمل الآن. طيب هل ينتوي الاهل الاعتراض رسميا? ده يعني لسه لسه ما اتخدش في القرار يعني. ممكن قد ممكن يحصل. ممكن يحصل. دي مشكلة انها لا يحياني وبتبقى ماشي على جامعة الانبياء وكله بيوقع عليها. فلو كل الانبياء موافقة يبقى اعتراضي الاهلي يبقى نادي واحد وصف كل الانبياء. بس هو اللي تقال في النادي الاهلي النهاردة ان كان فيه شعور ان القرار ده طالع ضد النادي الاهلي. لانه معروف ان النادي الاهلي اكتر نادي عنده اللي اطلع معارض. يعني كان فيه يعني اه كلام كده يعني زي زوم شوية كده اللي هو يعني القرار ده يعتبر طالع ضدنا احنا اكتر نادي بيطلع اعراض. ان فيه لعيبة شباب وفيه لعيبة طلعة زي اه زي مستفى ساعدة مثلي زي اه زي حسان حسن اللي كان طالعا ديسمحها بعد كده دي لسه هيتباع. لا يعني فكان الاهلي حاسس اني لا فيه القرار ده يعتبر اه قاسي شوية او جاي على النادي الاهلي معمول للنادي الاهلي يعني عشان يعطر للنادي الاهلي وفيه لعيبة منه تباع يعني. منضب هل لديك اي اخبار اخرى بقى على المرش بتاع المصري بعد ساعات ان ينتهي الموسم رسميا. اه هو الراجل قرر راحة اللاعبة الاساسية بشكل كامل. اه كان فيه كلام انه هو يرايح حسيني الشحات. لكن في اللحظات الاخي ده ضموا. ضموا للقايمة. كان برضو رايح احمد عبدالعادر. ضموا للقايمة. لكن غير كده هو رايح محمد الشناوي. رايح عاشر ابراهيم. رايح محمد هاني. رايح علي معلور. رايح علي جانج. رايح ماروان عطية. محمد شريف. محمد مجد قبشة. كهربا. درستية. والعشر اللي هاي بقول هو هو خليهم يعني عضو ما يريحوا خلاص. اه اللي هاي بديها تركع التمرين اللي هو يوم الخميس او يوم الجمعة بازن الله. عشان الاستعداد لمباراة الدخلية يوم الحد يعني ان شاء الله. اه مفيش اي جديد يعني هو الراجل بيتعامل مع المباراة انها خلاص. اه الهدف بتاع انه هو كان عاوز جامل دوري له هزيمة. طبعا المباراة اه برامز اه بوزة التقطيط للرقم القياسي ده بالنسبة للراجل. بخلاص الفجر بقى بقى ان لازم يريح اللاعيبة. يدي اكبر قدر راحة للعيبة علشان الاجهاد واللعيبة اللي عايزة تريح شوية وكده. ان فيه لعيبة كتير اه مجهدة. كان طبعا يكلام على محمد عبد المانع من الراجل لا ما رفض ان هو يدي له راحة ضمه للقايمة. فيه فيه كلام على ان مصطفى سعد يكون خلص في زد بيع نهاية يعني. تمام. المباراة طبعا الساعة ثمانية ونص صح? اه 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 اه. فيه حاجة اخيرة برضو اه الناس كانت بتسأل على موعد ظهور الصفوكات الجديدة كان عبرزها امام عشور مع النادي الاهلي. اه طبعا القرار النهاردة بتقع برضو لجنة المسابقات ودارة المسابقات النهاردة بخصوص لاحة الموسم الجديد كان من المفترض الاول ان اللعبة هتظهر بداية من ماتش الداخلية. ام. طبعا القرار بتاع الصفوكات الجديدة لكل نادي الصفوكات الجديدة والمعاريم لكل نادي هتبدأ من يوم اه خمسة اغسطس الجاي. وبالتالي اي صفوكة الاهلي هيجيبها في الفترة دية لغاية يوم خمسة مش هيعرف اه 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 يلعب بها ماتش الداخلية او ماتش اه ماتش المصري بعدها في في الكاس. طيب اختم معاك الكابتر رضش هتفجر مفاجأة من العير السقيل مسلم منذ دقائق. قال لك كارديرون اتعرض علي امام عشور في الاهلي وكان امام موقع رغبة للاهلي وكارديرون رفض ان يضمه للاهلي. اه مش كارديرون يعني هو كان فيه رأي جوه النادي مش كارديرون بس يعني هو كان السعيد تكافل محمد فاضل كان توقيع اللاعب بس ما كان نمشي الاستوقع. كان اللاعب على صوته منتش موقع للنادي الاهلي. كان في حرس الحدود امام عشور وقتها. اه اه ممكن ولقيت العقودة بعدها وقتها في حضرتك يعني. اه يعني يعني انت معاك العقود بتاع التوقيع امام عشور وهو في حرس الحدود. اه هو في حرس الحدود اه كان موقع للنادي الاهلي فقط. اه الرفض كان من كارديرون ولا فضل? اه لا ما فضل ما لهش علاقة هو ساعيتنا كان القرار فاني لا مش هنكمل. مش كارديرون بس عشان نبقى برضو صراحة كارديرون كان من لجنة التخطيط وقت. بس. يعني لجنة التخطيط هي اللي رفضت امام عشور وليس كارديرون. اه اه. وخلي ملك وقتها لازم نحذرهم لان ما كانش يعني لو اي حد. امام عشور ما كانت لنفس المستوى ده طبعا. لا 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 يا امام عشور الزمالك اللي فرق معاه عشان نبقى منصفين. اه بالزبط. هو من صنع اوز زمالك وكان جايز زمالك مش عارف يقف في الملعب افضل. اه بالزبط. لكن. يعني ما كانش حد يتوقع ان امام عشوربة بالمشتوى ده وبالنجومية ده. ازا ما هو دي بقى. ويبقى لعب مشاشة منتخب بص الفترة في فترة من الفترات يعني. طيب برضي عايز اسألك برضي ردا على احد الموزيئين في البرامج لان انا بتدايق من هذا الاسلوب الرخيص. ايا كان صاحبه مين. يقولك يعني بص انا ضد صفقة امام عشور. ولكن انا رجل منصف وعادل. ضدها كرأي شخصي. لما بدر منه ضد الكابتن صالح. وانا من عشاق الكابتن صالح. ولو اعتني مينة سنة مش راضي. ولكن برضي ضد بعض الناس. يقولك من سعة ما مضعو المصايب تيجي للاهلي. اتغلب الاهلي. وتعادل مع الحرس. وتغلب من برامج زي ثلاثة صف. واده يصيب اثن الشعقات كده مش مال. هل ده ترويج من الكيد والحرقان. ازا كنا بنتكلم بلغة السوشيال ميديا اللي ننفضها. يعني ما فيش كرة القدم ما فيش الكلام ده. يعني بعيدا لو احنا على المستوى الشخصي ممكن تختلف على على مقامة مشهور ان هو يجي النادي الآن. بس على المستوى الفني. لا طبعا على المستوى الفني ما فيش اي بناء دم يختلف. نتكلم 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 فنيا بقى. ها المرسل كولر. ها المرسل كولر. هو مدرب اجنبي. ما يفرقش معاه اي حاجة. هو اهم حاجة بالامور الفنية بتاعته. الراجل بيقيس على الامور الفنية. انا والله اتعرض عليها اللاعب ده فنيا انا عايزه. خلاص ده مطلب لمصر كولر. انا مشيت حمدي باس عايزة عوضه بلاعب بنفس المستوى. مين في مصر خط النص افضل من امام عشور. مفيش. فالراجل كان اختياره من اول وعلى هو كان الراجل حطت امام عشور بعدين مسلا بابو وبعدين مسلا محمود حمادة. فانا لو اديد تخلص امام عشور يبقى ايه? دي صلابات فنية بعيدا عن اي حاجة تانية. المدرب الاجنابي ما بيفكرش في اي حاجة تانية غير الفنيات. يعني دي 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 حاجة لازم الناس تكون عارفها او بتدريكها. المدرب الاجنابي ما بيفكرش غير في الفنيات فقط. اي حاجة تانية بيحطها على جنب. فطبعا هي يعني هي محاولات الترويج او اه اه الضغط على اللاعب. ما برضو خلي بالا الكلام ده بيشل للاعب. هو في محاولات للضغط على اللاعب. اه. في محاولات للكيد. في محاولات لإفساد فرشة الجمهور. آآ برضو دي صفقة جمهرية كبيرة. بتأثر معنواني على جمهور الزمالك. طيب لا برضو لا. الامور مالهاش علاقة لها. لها علاقة بترابع مستوى او ترابع نتائج برأة. ولا لها اي علاقة كيف. يعني آآ انت تتفق معي ان ضد هذا الاسقوب الرخيص. لان حتى خلي بالك نهى عنه الدين. آآ لا لا لا. م نفعش اصلا. مالهاش علاقة مالهاش علاقة خالص. الامور مالهاش علاقة. وعمرها ما بتبقى كده. عمرها ما بتبقى كده. يعني لو انا جبت القاعد. واول ما زد النتائج بذعت الفرقة بتبقى بنعش. بعدقت golden adventは النتائج Wilson يعني هو اي حلو من الاوبة. عمرها بتتقس كده انه. لا طبعا لا ده اسلوب رخيص بقول لك. اصلوب رخيص. آآ لا 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 لا. اتقس ومعنوين على اللاعج ما برضو ما هو يعني لسه لسه امام عشور لسه هيشوف من الضغط اللي شافه محمود كهرباء فقط من الفترات واللي بيعاني منه الحد دلوقتي لسه يعني امام عشور لسه قدامه الوقت طويل يعني. طيب الاستاذ كريم بيسألك هي صفقة امام عشور ستكون مثلها زي صفقة كهرباء من وجهة نظري مع الفارق. كهرباء يحارب بشراسة من جمهور الزمالك حتى الان مع كل مباراة ايضا امام عشور سيتعرض لنفس الموقف بقولك مع الفارق ان امام عطول شوية يعني. على الرغم اني بأكد ان الزمالك مش طرف واني اعلام الزمالك ضل الجماهير الزمالك لما حق الزمالك طرف في موضوع امام عشور. الزمالك مش طرف نهاية صفقة امام عشور. والناس بتروض ان الناس الاهلي هو. بس خلي بالاك هو الاعلام الاعلام الزمالكوي بيخسر اتعزمات وبيورق الجماهير. بس انا عايز لك سؤال. اه 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 اعز تقول الحاجة في دي. هل هل الاهلي هيعمل كبرى اللاعب بتترسم الليون دولار. يا سيد الفضل يا عم عمل. انت كذبان في تسعين مليون. متين مليون. خلينا نتكلم في اللي بيقوله كبرى. الاهلي هيعمل كبرى اللاعب بتاتة مليون دولار. سما الاهلي ممكن كان يخلي اللاعب ما يجددش عقده مع الزمالك. وهو السنة الجاية هيبقى فري واخده فري. وما يجددش عقدك. عادي. هتو عددك احنا موقفين اما كنت تيجي من الزمالك وانت يعدك. لو هنفترض ان الاهلي كان نقيته ان هو يجيبه من هو في الزمالك. اللاعب معروض على النار الاهلي في في الفترة اللي هي الاخيرة من شهر ستة كده. يعني من اواخر شهر خمسة ستة اللاعب معروض. في ناس بتتكلم ان الاهلي كان بيفوضوا من شهر فبراير. كان بقى غير صفاس نهائي. اللاعب كان خارج حسابات الاهلي لحد شهر ربعة او اول شهر خمسة كمان. مع بدء المفاوضات من جانب الوقرة القطري في نص شهر خمسة بدأ الكلام في النادي الاهلي. طب مين اللي يقدر يعود حمد فاته. ايه اتعرض امام عشور اتعرض بوبو. اتعرض محمود حمادة. كل الرافق على على امام عشور. اهلي بدأ يتحرك. اتكلم مع اللاعب. اتكلم مع وكيله. والله اللاعب مش هيقدر يسافر. مش متأقلم مع الاحباس هناك. مش متأقلم مع الاجواء الجماهيرية كمان بالمناسبة وضيح حتى يتحدش اتكلم فيها. امام عشور ما كانش متأقلم مع مع جماهير الدنمار. ودي الاسباب يعني مش حابين نتكلم فيها يعني الاسباب بعيدة شوية عن الرياضة. اه اللاعب نفسه نقل للنادي بتاعه نقل للوكيل بتاعه ان هو على مستوى الجمهور ومش متأقلم مع الجمهور هناك. وبالتالي اللاعب رحب بعرض الاهلي وقال لهم اتكلموا مع النادي. بدأ وكيله يحيي علي يتكلم مع النادي اللاعب مش عاوز يرجع اللاعب عاوز يتباع. النادي الاهلي مقدم عرض اللاعب متمسك بالنادي الاهلي. لا الاهلي عملوا كبري ولا كان سهدفه كبري ولا اي حاجة. حمد فاته لو كان مستمر في النادي الاهلي كان من الصعب ان النادي الاهلي فقط امام عشور بكل بساطة يعني طيب سؤال الاخير جينك من احد المتابعين الاستاذ كريم بيقولك هل بالفعل الاهلي ينتوى الانسحاب لو ازدملك لعب قدام السوبر ايه 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 مش فاهم هو سؤال انا بن فيه ولكن اقولهولك الاهلي ينوي الانسحاب من السوبر لو ازدملك عشارك الاهلي لا ينسحب من اي بطولا وبعن كده ايه علاقة ازدملك بالسوبر السوبر عشارك فيه اربعة الاول والتاني وبطل الكونفودرالية وبطل الكاس لو ازدملك خد الكاس عشارك ورسميا والاهلي عشارك يعني بقولك فيه ضرب اخبار اذا شارك الزمالك في السوبر المصري لن ينسحب الاهلي ولو شارك باي قريقة لن ينسحب الاهلي الاهلي عمره ما بينسحب من اي بطولة يا مكتير الاهلي تعرض لحاجات وتقال ان هو ينسحب والاهلي دايما بيلعب وبيكسب البطولة ولا الاهلي منظومة مختلف عن عن باقي الاندير الاهلي منظومة دايما بتلعب من اجل فز بالبطولات الحاجة اللي برا الملعب دايس حاجة تانية الاهلي بيعرف يتعامل بيها اقدر يتعامل بيها لكن جوه الملعب الاهلي دايما بيخد بطولاته لان دايس حقوق تسويقية وحقوق رعاية وحاجات كتير مش مجرد لعب مباراة يعني الناس مش قادرة تدرك ان لعب المباراة اصلا ملوش يعني هو مش فني فقط دا فيها حقوق تسويق وحقوق رعاية وحقوق رعاية الاهلي بتحسب عليها وبيدفع لها فلوس الامور الامور تسويقية كتير جدا وفلوس كتير جدا بخش النادي مقابل لعب الانساحات بيدر بالنادي الاهلي ويعني احنا عارفين ان انساحات الاحب النادي الاهلي ايبقى في اللي بيتصيب لحرمانه من البطولة كم سنة ليلة كبيرة الاهلي ما بيدخلش نفسك الازمات داية والسراعات داية اشكرك دكرا جزيلا ناهمة خلينا احنا معاكم اروح معاكم لفرح الصديق العزيز محمد بي عثمان المستشار القانوني والمحامي الشهير للنادي الاهلي فرح نجله طبعا يمكن انا بعتذر اني خارج القاهرة كنت رايح الفرح ولكن للأسف كنت خارج القاهرة لظروف يعني خاصة فبعتذر اعتذار كبير جدا 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 لمعالي المستشار الجليل المحترم محمد بي عثمان وللصديق العزيز المحامي الشهير مهاب محمد عثمان كنت الدعوة هي تشرفت بهذه الدعوة من معالي المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ومن نجله للمحامي الشهير الأستاذ مهاب محمد عثمان ولكن حصل ظرف بارع عندي كان لازم اتواجد في وفاة احد اصدقائي وعزاه خارج القاهرة ووصلت متأخر وما ادت بشروح فمليون مبروك للمحامي الشهير معالي المستشار محمد عثمان زواج نجله صديقي العزيز معالي المحامي الشهير مهاب محمد عثمان يعني في الماسة في مدينة مصر كان اللقاء وكان الفرح عامر ألاف اكتزت بهم قاعة الماسة طبعا المستشار محمد عثمان صاحب واجب على الناس كلها وراجل فاضل ونجل جميل ومهاب محمد عثمان فاضل وجميل ولا يتأخروا في أي وقت بصراحة يتواجدوا في كل المناسبات وبيجملوا كل الناس فالدنيا كلها جد يعني مفيش حد مجاش لا أهلاوي ولا زمالكاوي لا أهلاوي ولا زمالكاوي ما فيش حد مجاش الكل كان بالفرح شوفوا معايا جانب من الحضور من نقاطات كنا متواجدين وكل المواقع كانت متواجدة ده جانب من الفرح زي ما انتم شايفينه أعداد غفيرة ربما تتخطى الآلاف أهو شايف أعداد غفيرة أعداد غفيرة أهو زي ما انتم شايفين ألف مليون مبروك للمحام الشهير محمد عثمان ونجل المحام الشهير الأستاذ مهاب محمد عثمان الإعلام المصري النجوم الأهلي نجوم الزمالك جمال بيعلام رئيس اتحاد الكورة كباتن النادي الأهلي كباتن النادي الزمالك مسؤولين صحفيين إعلاميين محامين ما فيش حد مجاش هذه الكابتن زكريا ناصفه ويظهر في هذه اللقطة يعني بصراحة الكل كان حاضر الكل كان متواجدا والكل يعني حضر كبتن عدلي القيعي ربنا يديره الصحة الكبتن عدلي حبيب الغالي وشام بيسلي شام مهندس شام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق شام سعيد ورئيس اللجنة الهندسية للنادي الأهلي سابقا ولكم شايفين وكل الناس ولو أحمد سليمان ولكبتن قهر ابو زيد وأصدقاء مهابه اهو بالبدل منور ومكسر الدنيا عريس ألف مليون مبروك عريس مبروك عريس مبروك عريس فتحياتي ومليون مبروك أخدكم معايا لصفقة رضا سليم صفقة رضا سليم ايه تفاصيل صفقة رضا سليم رضا سليم لاعب مغربي صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي حابة تكلم فيها إبراهيم الخطيب وحدها صديق إبراهيم الخطيب صفقة رضا سليم صفقة مهمة يتحدث عنها الجميع تفاصيل استفقق إياهيمة اللعب الأهلي استفق على 2 مليون ومئة ألف دولار اللعب هيوقع بإذن الله خمس مواتن اللعب مرتبه هيبقى في أول موشمين خمشمئة ألف دولار تعريبا أوراق 500-550 ألف دولار الموشم التالي هيبقى 650 وبعد كده آخر موشمين هيزيدوا ويبقوا في نفس القيمة النادي المغربة هياخد 20% نسبة عالي البيع في مئة ألف دولار لنادي الجيش الملكي لو رضا سليم خد مع الأهل الدوري وخد دوري أبطال أفريقيا هيبقى في امتيازات لنادي الجيش الملكي مئة ألف دولار سنه كان إبراهيم اللاعب لسه صغير مع حاجة وعشرين سنة لسه في أولي عشرينيات يعني يعني عطي الدهن السن؟ ايه لا لا مش هيبقى تحت السن لا اللي هيبقى تحت السن هو كريسك لكن هو في المنظم من ضمن الأجانب يعني من ضمن الأجانب هيكلع مقابلهم اللي هيطلع مقابله اللي هيطلع هيبقى أحمد الكندوسي أحمد الكندوسي عنده وروق جزائرية وفيه فيه كلام من الاتحاد يعني طب هو القندوسي الراجل مش مقتنع به؟ الراجل على مستوى الدفاع للكندوسي مش مقتنع به أو يقع يعني مش شاف ان هو بيقدر الدفاع بشكل قوي فيعني الراجل لا مش حاجة بالن يعني مش شاف ان هو بيقدر الراجل كان يعني بلغ ان هو لو الكندوسي هيطلع يعني ياريت يبقى يطلع في الدور المصري يطلع لناديك موضوع في الدور المصري علشان يشوفه مش هو التطور مستوى هيبقى ازاي لكن لسه يعني هل اللعب هيوافع ان هو يرافل لفريج في الدور المصري وهل في فريج في الدور المصري هيقدر يتحمل المرتب الكندوسي ده لسه يعني بالمناسبة عمشان الناس بيطول طب هو ازاي راجل مش مقتنع به وجيه في يناير كان في عهد في عهد مصر خلق يعني حتى ما بتحاهد ما بحبش يتكلم فيها بس يعني الاهل كان حابب يقطف احمد الكندوسي من نادي الزمالك نأهل كان حابب يقوي نفسه بشكل اطبط يعني فالاهل كان حابب يحفظ طبق من نادي الزمالك طبقه كانت جماهيريا اكتر منها منها يعني. عشان كده راجل مكنش مقتنع بيه قوي وشاف اني مفيش تطور على المستوى الدفاعي. آآ فراجل حابب يطلعه حتى هو حابب يشوفه في دور المصر لما يطبع عشان يبقى تفطيعينه. يشوفها بمستوى ليه. لكن آآ هو سعيد بردى سليم. آآ لا ده هو طلبه بالاسم. مم. لما تعرض عليه وافق عليه وطلبه من الاسم. مم. بس كمان لا انا يدفع في مبلغ مش قلير يعني لأنا مش آآ يعني صفقة القندوسي ما كانت كبيرة كانت مليون ونصف دولار يعني مكانتش مبلغ كبير يعني. ده لدي قصاته بتاع. لكن ريدا سليم بتتكلم في اتنين مليون ومتين الف دولار بالامتيازات. لا رقم يعني. اشكرك شكرا جزيلا يا هيمة. اذا ريدا سليم رسميا صفقة ناجحة جدا للنادي الاهلي. ضلبها كلر بالاسم. وصمم عليها وفاز بها. امتيازات كبيرة للجيش الملك المغربي. واثنين مليون دولار. آآ على آآ آآ تنسي اشتبات اقصى الدفع ومميزات كبيرة جدا 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 جدا. موسيقى